في مؤشر يشمل أكثر من 320 ألف خبير من سياسيين وقادة أعمال ووفق تصنيف الدول على أساس إعلى الدرجات من بين 11 تميزة مثل التحالفات الدولية القوية وقيادة الدولة التي تحظى بنسب احترام كبيرة والتجارة الدولية والثقافة دولة عن غيرها كل هذا في تصنيف مجلة سي وورد العالمية التي تعد قوائمها في كل عام لشتى دول العالم يتربع العراق في المرتبة الرابعة عربيا بعد السعودية والإمارات ومصر من حيث الدول الأكثر نفوذا بتلك المجالات والأكثر تأثيرا فيها والذي بلغت نقاطه عالميا 83.1% أما في تصنيف أقوى دول العالم بالمجمل فجاء العراق ضمن المرتبة 45 ب83.9% من 100 درجة ووفقا لتقرير مجلة سي وورد فإن أقوى الدول في العالم هي تلك التي تشكل السياسات الاقتصادية العالمية وتهيمن من خلال سبع سمات رئيسية وهي الاستقرار السياسي ونفوذ الاقتصادي وميزانية الدفاع والأسلحة والتحالفات العالمية والقوة الناعمة والقوة العسكرية المجلة كشفت في تصنيف خاص بأكثر الدول تقدما في العالم والتي تشمل الدول الأكثر تطلعا للمستقبل حسب تقدمها في مجالات الأمن والاقتصاد والصحة والتعليم والخدمات وهنا أخلت القائمة من وجود العراق بهذا التصنيف لأسباب يؤكد مختصون أن البلد يحتاج إلى الكثير من إشاء البنى التحتية ومواكبة تطور العالمي في الخدمات والمشاريع وتوفير ما يلزم للنهوض باقتصاده نظرا لما مر به العراق من سنوات طويلة عانى فيها الصراعات السياسية والأمنية إلا أن وجهة نظر متفائلة تجد أن بلوغ العراق مرتبة متقدمة في الدول الأكثر تأثيرا تفتح له الطريق للتقدم في مجالات مالية وخدمية وتعليمية وصحية ترجمة نانسي قنقر